قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي يفاجئ السجناء في كل مصر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرر الإفراج عامية 51 شخص كانوا محبوسين احتياطيا على ذنب قضايا لسه تحت التحقيق القرار ده جي بعد توجيهات من النائب العام محمد شوقي لكل النيابات بمراجعة أوضاع الناس المحبوسة احتياطي متحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي قال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة أنها تدرس توصيات الحوار الوطني لتكلم عن موضوع الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي أكد أنه بيستجيب للتوصيات دي لأنه عايز يطبق الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس السيسي كمان شدد على ضرورة تقليل فترة الحبس الاحتياطي الممكن يتحبس فيها المتهم قبل ما يثبت عليه أي حاجة وأنه لازم يفضل الحبس الاحتياطي إجراء وقائل تحقيق العدالة وما يتحولش العقوبة كمان الرئيس تكلم عن أهمية تفعيل بدائل للحبس الاحتياطي يعني فيه طرق تانية غير الحبس الاحتياطي عشان القانون يتطبق في نفس الوقت الرئيس السيسي أشار أنه لازم يكون فيه تعويض مادي وآدبي للي اتحبسوا احتياطي بالغلط واتضرروا بالسبب ده في البيان الرسمي رئاسة أكدت على الكلام الرئيس أنه لازم الحبس الاحتياطي يكون إجراء عادل ويضمن حقوق الناس ويتحولش بحاجة تأذيه طبعا دي خطوة جميلة جدا نخلي بالكم فيه قانون الإجراءات الجنائية بيتعدل حاليا مجلس النواب بينقشوا وطبعا يعني كان فيه بعض الاعتراضات على بعض المواد فيه قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكان نقيب المحامين بيناقش يعني البرلمان في الأسبوع اللي فات عن بعض المواد المحتاجة تتعدل أو تتغير أو تتلغي فلسه يعني قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما طلعش للنور ولكن إن شاء الله يعني قريب هنسمع عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد اللي بيصدره مجلس النواب وبيوافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله وبإذن الله لما يتم التصديق على القانون نبدأ مثلا نمسك حاجة حاجة فيه كده مع بعض لو فيه حاجة مهمة تهم الشأن يعني بشكل مباشر أو لو سمعنا أخبار مهمة جديدة عن هذا القانون والمواد الخاصة بي أترك لحضراتكم التعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر